القاتل الجهزة الأمنية في أمانة العاصمة صنعاء القبض على اثنين من المشتبه بهم في الاعتداء على أسرة كاملة في منطقة ذهبان والذي رحى ضحيته ثلاثة قتلى وستة جرحى وأكد مدير مباحثة من العاصمة العقيد الرقم معمر هراش في تصريحين للقناة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم في مديرية بني الحارث بعد عملية متابعة ورصد وتعقب لتحركاتهم أو لحركاتهم في جميع مناطق وحياء العاصمة وأشار العقيد هراش إلى أنه تم عرض المشتبه بهما على أحد الضحايا في الجريمة وتم التعرف على أحدهم لكنه لم يتم أو لم يعترف بجريمته ومزالت التحقيقات في ملابسات الحادثة مستمرة لمعرفة الجاني الحقيقي ترجمة نانسي قنقر